رسالة بولوس الرسول الاولى الى تيمو ثاوس الاصحاح الاول بولوس رسول يسوع المسيح بحسب امر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجائنا الى تيمو ثاوس الابن الصريح في الايمان نعمة ورحمة وسلام من الله ابينا والمسيح يسوع ربنا كما طلبت اليك ان تمكث في افسس اذ كنت انا ذاهبا الى مكدونية لكي توصي قوما ان لا يعلموا تعليما اخر ولا يصغو الى خرافات وانساب لا حد له تسبب مباحثات دون بنيان الله الذي في الايمان واما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وامان بلا رياء الامور التي اذ زاغ قوم عنها انحرفوا الى كلام باطل يريدون ان يكونوا معلم الناموس وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررونه ولكننا نعلم ان الناموس صالح ان كان احد يستعمله ناموسيا عالما هذا ان الناموس لم يوضع للبار بل للاثمة والمتمردين للفجار والخطاط للدنسين والمستبيحين لقاتل الاباء وقاتل الامهات لقاتل الناس للزنات لمضاجع الذكور لسارق الناس للكذابين للحامثين وان كان شيء اخر يقاوم التعليم الصحيح حسب انجيل مجد الله المبارك الذي اتمنت انا عليه وانا اشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني انه حسبني امينة اذ جعلني للخدمة انا الذي كنت قبلا مجدفا ومطهضا ومفتريا ولكنني رحمت لاني فعلت بجهل في عدم ايمان وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الايمان والمحبة التي في المسيح يسوع صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول ان المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاط الذين اولهم انا لكنني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح في انا اولا كل انات مثالا للعتيدين ان يؤمنوا به للحياة الابدية وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى الاله الحكيم وحده له الكرامة والمد الى دهر الدهور امين هذه الوصية ايها الابن تيمو ثاوس استودعك اياها حسب النبوات التي سبقت عليك لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة ولك ايمان وضمير صالح الذي اذ رفضه قوم انقسرت بهم السفينة من جهة الايمان ايضا الذين منهم هيمينايوس والاسكندر الذان اسلمتهما للشيطان لكي يؤدبا حتى لا يجدفا الاصحاح الثاني فاطلب اول كل شيء ان تقام طالبات وصلوات واتهالات وتشكرات لاجل جميع الناس لاجل الملوك وجميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار لان هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لاجل الجميع الشهادة في اوقاتها الخاصة التي جعلت انا لها كارزا ورسولا الحق اقول في المسيح ولا اجذبه معلما للامم في الايمان والحق فاريد ان يصلي الرجال في كل مكان رفعين ايادي طاهرة بدون غضب ولا جدال وكذلك ان النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل لا بضفائر او ذهب او لاالئة او ملابس كثيرة الثمن بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله باعمال صالحة لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع ولكن لست اذن للمرأة ان تعلمه ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت لان ادم جبل اولا ثم حواء وادم لم يغوى لكن المرأة اغيت فحصلت في التعدي ولكنها ستخلص بولادة الاولاد ان ثبتنا في الايمان والمحبة والقداسة مع التعقل الاصحاح الثالث صادقة هي الكلمة ان ابتغى احد الاسقفية فيشتهي عملا صالحا فيجب ان يكون الاسقف بلا لوم بعلى امرأة واحدة صاحيا عاقلا محتشما مضيفا للغرباء صالحا بالتعليم غير مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامعا بالربح القبيح بل حليما غير مخاصم ولا محب للمال يدبر بيته حسما له اولاد في الخضوع بكل وقاء وانما ان كان احد لا يعرف ان يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله غير حديث الايمان لألا يتصلف فيسقط في دينونة ابليس ويجب ايضا ان تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج لألا يسقط في تعييري وفخ ابليس كذلك يجب ان يكون الشمامسة ذوي وقار لا ذوي لسانين غير ملعين بالخمر الكثير ولا طامعين بالربح القبيح ولهم سر الايمان بضمير طاهر وانما هؤلاء ايضا ليختبروا اولا ثم يتشمسوا ان كانوا بلا لون كذلك يجب ان تكون النساء ذوات وقارن غير ثالبات صاحيات امينات في كل شيء ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة مدبرين اولادهم وبيوتهم حسنا لان الذين تشمسوا حسنا يقتنون لانفسهم درجة حسنة وثقة كثيرة في الايمان الذي بالمسيح يسوع هذا اكتبه اليك راجيا ان اتي اليك عن قريب ولكن ان كنت ابطئ فلكي تعلم كيف يجب ان تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته وبالاجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراء لملائكة كرز به بين الامم اومن به في العالم رفعا في المجد الاصحاح الرابع ولكن الروح يقول صريحا انه في الازمنة الاخيرة يرتد قوم عن الايمان تابعين ارواحا مضلة وتعليم شياطين في رياء اقوال كاذبة موسومة ضمائرهم مانعين عن الزواج وامرين ان يمتنع عن اطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارف الحق لان كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء اذا اخذ مع الشكر لانه يقدس بكلمة الله والصلاة ان فكرت الاخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح متربيا بكلام الايمان والتعليم الحسن الذي تتبعته واما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها وروض نفسك للتقوى لان الرياضة الجسدية نافعة لقليل ولكن التقوى نافعة لكل شيء اذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيبة صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول لاننا لهذا نتعب ونعير لاننا قد القينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولسيما المؤمنين اوصي بهذا وعلم لا يستهن احد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الايمان في الطهارة الى ان اجيئ اعكف على القراءة والوعظ والتعليم لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاط لك بالنبوة مع وضع ايد المشيخة اهتم بهذا كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك لانك اذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك ايضا الاصحاح الخامس لا تزجر شيخا بل عظه كاب والاحداث كاخوة والعجائز كامهات والحدثات كاخوات بكل طهار اكرم اكرم الارامل اللوات هن بالحقيقة ارامل ولكن ان كانت ارملة لها اولاد او حفدة فليتعلموا اولا ان يوقروا اهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة لان هذا صالح ومقبول امام الله ولكن التي هي بالحقيقة ارملة ووحيدة فقد القت رجاءها على الله وهي تواضب الطالبات والصلوات ليلا ونهارا واما المتنعمة فقد ماتت وهي حية فاوصي بهذا لكي يكن بلا لوم وان كان احد لا يعتني بخاصته ولا سيما اهل بيته فقد انقر الايمان وهو شر من غير المؤمنين لتكتتب ارملة ان لم يكن عمرها اقل من ستين سنة امرأة رجل واحد مشهودا لها في اعمال صالحة ان تكن قد ربت الاولاد اضافت الغرباء غسلت ارجل القديسين ساعدت المتضايقين اتبعت كل عمل صالح اما الارامل الحدثات فارفض هن لانهن متى بطرنا على المسيح يردنا ان يتزوبنا ولهن دينونة لانهن رفضنا الايمان الاول ومع ذلك ايضا يتعلمنا ان يكن بطالات يطفنا في البيوت ولسنا بطالات فقط بل مهضارات ايضا وفضوليات يتكلمنا بما لا يجب فاريد ان الحدثات يتزوجنا ويلدنا الاولاد ويدبرنا البيوت ولا يعطينا علة للمقاوم من اجل الشتم فان بعضهن قد انحرصنا وراء الشيطان ان كان لمؤمن او مؤمنة ارامل فليساعدهن ولا يثقل على الكنيسة لكي تساعد هي اللواتهن بالحقيقة ارامل اما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا اهلا لكرامة مضاعفة ولا سيما الذين يطعبون في الكلمة والتعليم لان الكتاب يقول لا تكم ثورا دارسا والفاعل مستحق اجرته لا تقبل شكاية على شيخ الا على شاهدين او ثلاثة شهود الذين يخطؤون وابخهم امام الجميع لكي يكون عند الباقين خوفا اناشدك امام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين ان تحفظ هذا بدون غرض ولا تعمل شيئا بمحاباتك لا تضع يدا على احد بالعجلة ولا تشترك في خطايا الاخرين احفظ نفسك طاهرا لا تكن فيما بعد شراب ماء بل استعمل خمرا قليلا من اجل معدتك واسقامك الكثير خطايا بعض الناس واضحة تتقدم الى القضاء واما البعض فتتبعهم كذلك ايضا الاعمال الصالحة واضحة والتي هي خلاف ذلك لا يمكن ان تغفى الاصحاح السادس جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا سادتهم مستحقين كل اكرام لان لا يفترع على اسم الله وتعليمه والذين لهم سادة مؤمنون لا يستهين بهم لانهم اخوت بل ليخدموهم اكثر لان الذين يتشاركون في الفائدة هم مؤمنون ومحبوبون علم وعذب هذا ان كان احد يعلم تعليما اخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيح والتعليم الذي هو حسب التقوى فقد تصلف وهو لا يفهم شيئا بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الرضية ومنازعات اناس فاسد الذهن وعادم الحق يظنون ان التقوى تجارة تجنب مثل هؤلاء واما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة لاننا لم ندخل العالم بشيء وواضح اننا لا نقدر ان نخرج منه بشيء فان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهم واما الذين يريدون ان يكونوا اغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطبي والهلاك لان محبة المال اصل لكل الشرور الذي اذ ابتغاه قوم ضلوا عن الايمان وطعنوا انفسهم بأوجاع كثير واما انت يا انسان الله فاهرب من هذا واتبع البر والتقوى والايمان والمحبة والصبر والوداع جاهد جهاد الايمان الحسن وامسك بالحياة الابدية التي اليها دعيت ايضا واعترفت الاعتراف الحسن امام شهود كثيرين اوصيك امام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس البنط بالاعتراف الحسن ان تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم الى ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سيبينه في اوقاته المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الارباب الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يره احد من الناس ولا يقدر ان يراه الذي له الكرامة والقدرة الابدية امين اوصل اغنياء في الدهر الحاضر ان لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع وان يصنعوا صلاحا وان يكونوا اغنياء في اعمال صالحة وان يكونوا اسخياء في العطاء كرماء في التوزيع مداخرين لانفسهم اساسا حسنا للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الابدية ياتي مثاوس احفظ الوديعة معرضا عن الكلام الباطل الدنسي ومخالفات العلم الكاذب الاسم الذي اذتظاهر به قوم زاغوا من جهة الايمان النعمة ماك أمين